سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة حلقة النهاردة بعنوان الخروج من القطيع الصورة اللي هتشوفوها قدامكم دلوقتي هي لوحة لفنان اسمه تاماس كوبيرا او يعني انا مش عارف الاسم بتنطق ازاي بالزبط لكن هو اسمه تاماس كوبير يعني الاقرب للنقطة الصورة دي بتعبر عن حالة انسانية الصورة دي ان اخترتها انها تكون النهاردة هي يعني الصورة اللي بتعبر عن فكرة الحالة مفهوم من الصورة انه في شخص خارج عن مجموعة كبيرة من الناس واضح انها الى ما لا نهاية ماشيين بنفس الخط شكلهم واحد ماشيين في نفس الاتجاه على نفس الوتيرة ليس لهم ملامح خاصة وهذا الشخص الخارج بيخرج علشان يكون له لون مختلف ملامح خاصة ولكن واضح انه هناك نوع من الاختلاف مع الالم مع يعني الحقيقة كل واحد مننا ممكن يشوف الصورة دي يعني بصورة مختلفة كما هو الحال مع الفن عموما انت تشوفها بطريقة وانا شوفها بطريقة انا حاول النهاردة يعني عايزة اعبر شوية عن الصور اللي ممكن مجموعة من الناس تشوفها بيها ممكن حد يشوف ان الصورة دي شكلها مخيف الخروج عن المألوف مخيف الخروج عن رأي الجماعة مخيف الخروج عن المفاهيم العامة للمجتمع مخيف لبعض الناس او حد ممكن يشوف الصورة دي على انها صورة جميلة تعبر عن شيء جديد حينتج حرية يعني طريق جديد سبيل لبناء جديد ممكن تشوفها على انها بداية جديدة ممكن في ناس ممكن تشوف القلم الناتج عن الانفصال لكن على كل الاحوال الصورة دي بتعبر عن شيء كاسر للنظام فعل مغير للرتم والمنظومة الوحدة والوتيرة الوحدة حاجة بتكسر النظام كاسر النظام ممكن يكون شيء سلبي او ايجابي النهاردة انا عايز اتكلم عن كاسر النظام اللي فيه ايجابية مش بتكلم عن التمرد ولكن بيتكلم عن الاختيار الفاهم الواعي لانت عايز تاخد ازاي الخطوة الايجابية في حياتك اللي تخليك انسان مختلف كما خلقك الله انك تكون شخص مختلف متميز بنتكلم كتير قوي عن بصمات اصابعنا وازاي ربنا خلقنا كل واحد ليه بصمة مختلفة لكن الكتاب المقدس بيتكلم عن انه الله خلقنا كل واحد فينا متميز عن التاني لانه هو خلقنا متميزين ما عملش مننا يعني ما عندوش كابي ماشين بيعمل بيها بني ادمين ولكن عندو خليقة بيصنعها لهدف مش زيادة عدد فبنتكلم عن بصمة الصوابع ونقول احنا بصمات صوابعنا مختلفة لكن كثيرا ما ننسى انه اختياراتنا كاشخاص قلوبناك كاشخاص يجب انها ايضا تكون مختلفة مميزة ومميزة لانت دورك ايه في الحياة بصورة ايجابية مش بصورة سلبية مرة تانية انا ارفض فكرة التمرد ولكن اقبل جدا فكرة الاختلاف في شكل بناء ارجع تاني للصورة ممكن حد يشوف الصورة دي كأنها يعني تسجيل لحدث مغير للجماعة لكن فيه ناس ممكن تشوفها وتقول انه هذا التغيير حدث مغير للفرد وانه جميل ممكن حد يشوف انه الخروج من او عن الجماعة بالشكل ده يكون حدث مدمر لها او انشقاق وانه ده شيء سلبي وخارج عن المألوف احيانا بننسى لما بنكون ماشيين كده والحياة فيها رتابة احيانا بنشوف ان الرتابة نظام والتجديد خطيئة او جريمة الرتابة مش نظام الرتابة المملة مش نظام ولكن الترتيب نظام الترتيب الممنهج نظام النظام يونتج جديد مش النظام اللي يمشيك في خط واحد تبقى يعني غير منتج فيه زيك زي غيرك زي اللي جنبك فالنهاردة انا عايزاكوا تبصوا نبص لانفسنا من خلال المواضيع اللي حقدمها لكم النهاردة دي انا اسفة صوتي تعبان شوية لكن انا عارفة انه الموضوع ده مهمة اوي وانه الله الروح القدس هيتكلم لكل واحد واحدة فينا اختيارك الشخصي يؤثر على حياتك مجتمعك بلدك مش بس يعني يؤثر على حياتك انت لوحدك ارجع تاني لفكرة انه الناس ممكن تشوف ان الرتابة نظام والتجديد جريمة خطية زي مثلا كما هو الحال في المحاولات التجديد وتنقية الخطاب الديني الاسلامي بنتكلم عنها بقالنا سنين دلوقتي والحلقة القبل اللي فاتت قلتلكوا انه يعني اكلمتوكوا عن شيخ الازهر وموضوع التجديد اللي هو طلع لنا بي ده بقال الصورة الجديدة بتاعته لكن عادة كل صوت يعلو للتنقية يهاجم كل صوت عنده كلمة مختلفة يهاجم ويهاجم هجوم شرس وممكن تنقية او تقديد او فهم الدين بصورة مختلفة يخلي القادة والنظام يقول عليك كافر منشق مهرطق مختلف او يحطك في ميزان اصدراء الاديان مثلا زي ما حصل مع اسلام البحيري وغيره من المجددين زي ما رفعت قضايا على كتب كتاب وكاتبات كثيرين في السنين الماضية لانهم فكروا ان هما يعترضوا على شيء فاطمة نعوت قالت انه بحور الدم اللي في الشوارع مثلا شيء غير حضاري فكفروها وعايزين يحكموها ورفع عليها قضايا مثلا يعني اسلام البحيري اتسجن سنة لانه عنده رأي مخارف لرأي القطيع وقياداته مع انه اتكلم هو بس بيتكلم عن تراث مليان تخريف سيد القمي له رأي مختلف له قراء الحقيقة انها قراء ظهرت بعد البحث ودراسة واحنا بنتفق مع كثير من اللي قدموا مثلا حاجات احنا اتكلمنا فيها بردو واحد بيبحث التاريخ ويقول انا شايف انه ده طريق خاطئ او ده لا يؤدي الى الله او ده لا يؤدي الى بناء المجتمع في مشاكل في التراث كل ده قالوا ناس كتير فرج فودة قتل من اجل ده ففي عندك الناس اللي بتخرج عن النظام العام من اول الناس اللي اتحبسوا فعلا زي اسلام البحيري والشيخ عبد الله انا اسفة ناسي اسمه دلوقتي لكن يعني ده دول من الناس اللي اتسجنوا وفي ناس اتحكموا وفي ناس قتلوا زي فرج فودة في يعني ناس اتفرض عليهم فصل في حياتهم الزوجية والاجتماعية لانه كفروا لان انت كافر ما تعيشش مع زوجة مسلمة وهكذا الخروج عن الفكرة والقطيع والنظام مكلف لكن بقى انا عايزاكم تشوفوا حاجة تانية الناس دي عاملت الحاجات دي بصورة فردية افكار دراسات اراء حاجات قادتهم لانه هما يخرجوا بالافكار اللي قدموها من طلب التجديد في الخرافات اللي مالية المجتمع وللحد النهاردة احنا بنعاني من اثارها السلبية في المجتمع لكن غريب قوي لما يخرج علينا شيخ الازهر زي ما قلتلكم في الحلقة اللي فاتت ويقول انه رؤية التجديد دي هي الرؤية اللي لزمتني من زمن بعيد وانه يعني انا بقالي من 2015 وانا بتعامل تعامل مباشر مع هذه المشاكل تقيادة هو اخيرا خرج علينا يخالف الاراء اللي قدمها لنا قبل كده وقال انا عايز رؤية التجديد فحصل بقى الاثار بقى بتاعت دا اثار ممكن نشوفها بصور يعني متعددة ليه انا بتكلم على شيخ الازهر كقيادة لانه لما القيادة بتغير رأيها بتفتح الباب لللي بعدها فيه فتح باب سلبي وفيه فتح باب ايجابي فانا يعني حبحس النقطة دي معاكم وعايزكم تفكروا معايا وتشوف اثار الحاجات دي على قلبك انت ايه في التويتر اللي شفناها دي قالك دي رؤيتي اللي انا كنت شفتها من زمان ومقررها من زمان وكل ده لكن ما ننساش انه شيخ الازهر كان ليه اراء كتير مخالفة في موضوع التجديد وبعدها بكم يوم طلع لنا بتويتر عن او عدة تويتات عن مكانة المرأة ودور المرأة والامكانيات اللي تغير حياة المرأة نشوف التويتر اللي بعدك كده بيقولك يجوز المرأة تولي الوظائف العليا القضاء والافتاء والصفر دون محرم متى كان امنا والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة اخلاقية ولا وجود لبيت الطعف الاسلام ولا يحق للوالي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول وللمرأة ان تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها اذا اسهمت في تنميتها لو عدت تلك القضايا اللي موجودة في التويتر دي وانا هعمل لكو حلقة عليها بعد كده ونشوف ردود افعال المجتمع كان عليها ايه والاثاري الاجتماعية اللي هتترتب عليها طبعا اشكر الله انه ربنا بيديلك استنارة لكن الحقيقة انه في اللي قاله شيخ الاظهر هنا في مخالفات شرعية كتير وردود افعال الناس القطيع بقى اللي تحت عندهم ردود افعال مختلفة في عدة امور حصلت بعد التويتات المفاجئة للمجتمع ده شيخ الاظهر زي ما قلنا قيادة اسلامية كبيرة هل هو خرج عن القطيع ام انه بيقود القطيع في اتجاه اخر للحفاظ على بقاء او بقاء في المنظومة ده مجرد سؤال يعرفوا شيخ الاظهر او يعرفوا اللي بيعني في هذه المنظومة هل انتوا فشلتوا انكم تجدوا طريق للمشاكل الكبيرة اللي وضعكم الاسلام فيها فقررتوا انكم تاخدوا القطيع وتروحوا في تفريع تاني وبعدين اعلى ما الدنيا تهدى نرجعهم تاني ده سؤال لكن يهمني نشوف هذه يعني الاثار المباشرة على الرعية بقاء على القطيع فيه ناس اتصرفت او ردود افعالها كانت مختلفة عبدالله الروج دي نزل تويتات بعدها على طول اوكي وشالها على طول وعلى فكرة انا رديت على تويتا ليه كان بيحط فيها الاسباب الشرعية اللي بتقول انه الست ما تقدرش تسافر بدون محرم وان ده يخالف الشرع وكانت بعد تويتات شيخ الاظهر على طول ولما قلت له انت بتخالف الرجل اللي انت عمل تقول شيخنا وسيدنا وحبيبنا شالت تويتا وحزفت عليقي جمان اكي ليه لانه هو رد فعله الاساسي انه قال لك الله ورسوله بقى وده خلاف مخالفة للشرع وازاي يعمل كده بس ايه رجع لما نفسه تاني وعملها بطريقة مختلفة ابتدأ نزل لنا سلسلة من مش عارفة عشرين تلاتين تويتا ولا حاجة زي كده عن قراءه في المرأة يعني وراح كبسها قوي في موضوع المرأة وانا خدتلكم منها واحدة لكن بعد كده هخدها وعمل لكم عليها تعليقات اخرى في الحلقات اللي جاي بيقول كده هو عامل نفسه بيرد على الطيار اللي فيه النسويات النسويات بيتكلموا عن حرية المرأة لكن الحقيقة انه ده رد مباشر عن بعض حاجات الاشيخ الاظهر فقال كده هناك ارض تحاول الطيارات النسوية كسبها من خلال اقناع المجتمع ان بعض الامور المخلفة للشرع هي حقوق المرأة كأنه كار الحجاب واحتقار ورفض نظام المواريث في الاسلام ورفض قوامة الرجل ورفض تأديب الزوجة الناشز واعطاء الزوجة الحق أن ترفض العلاقة مع زوجها دون عذر شرعي معظم التعليقات اللي هنا بترد على تويت الصغير قوي دي بتاعت شيخ الاظهر يعني على الاقل نظام المواريث شيخ الاظهر بيقول ان الست ممكن تقاسم زوجها في المال اللي اشتغلوا فيه وتعبوا فيه مع بعض سواء كان بالميراث او على حياته مش كده يعني فيه رد مباشر على الحاجات اللي قالها شيخ الاظهر فيه التويتا دي وتويتات بعد كده بتتكلم عن ازاي ده يخالف الشرع فيه ناس بقى نوع تاني من الناس الراجل ده يعني الشيخ عبدالله رجدي مش عارف او يخرج عن القطيع لسه مش قادر مش قادر يخرج بالطريقة السلبية ولا بطريقة ايجابية ومش قادر يرفض شيخ الاظهر او يرفض التعليم الاسلامي دي المشكلة الاسلامية الكبيرة يعني عندهم مشكلة كبيرة لكن فيه ناس ردت في تويتات تانية وقالت اخيرا حد فهم اخيرا حد قال اللي احنا كنا بنفكر فيه اللي احنا طول عمرنا بنقول انه ما ينفعش يكون انه الله يضع المرأة في هذه المكانة ويضع الرجل في هذه المكانة وانه فيه يجحاف حقوق المرأة في الاسلام والكلام ده كله دول مصدقين كده ولكن لم يعني يحدث انهما اخدوا قرار من انفسهم انهما يقولوا احنا مش موافقين على ده احنا مش هنعيش ده الا بعد ما القيادة غطت الدنيا وقالت ايه ماشي احنا هنوسع الامر شوية في موضوع المرأة فيه ناس بقى حقيقة احتارت ففيه تويتات طالعة بتقوله طب احنا نعمل ايه في اللي انت علمته لنا واللي الاسلام علمه لنا واللي احنا علمناه لولادنا اصول الاسلام لن يفلح قوموا نولوا امرهم امرأة والرجال قوامون على النساء وفيه ناس ردوا عليه وقالولوا انت انت كده خليتها بقى النساء قوامون على الرجال ولا ايه يا سيدنا الشيخ ايه اللي بيحصل اطلخبطنا دول مجموعة من الناس لم تفكر ابدا ان هما يخرجوا عن المنظومة الاسلامية الفكرية الحياتية الدينية لانه هو كده سلم واستلم وبعدين لما حد فكر ولما حد غير واضطر اضطرت المنظومة تغير اطلخبطه هل ده تغيير حقيقي او تغيير مش حقيقي الامر هيكون واضح في الايام القادمة والشهور والسنين القادمة لكن لازم يكون عندنا وقفة نعرف ان احنا عندنا اختيار شخصي اكيه النقطة المهمة انه يعني من بين الناس اللي عبرت لشيخ الازهر على تويتر بتاعة المرأة دي في ناس فرحوا بالنوع ده من الحروج عن القطيع وناس كانوا عارفين الحق والعدل وعارفين انه الحق والعدل يخالف ما يقوله الشرع عن المرأة بالذات لكن منعهم الخوف انه يكون الخروج هو خروجهم الفردي والشخصي وقرارهم ورأيهم هما لانه الخروج عن المنظومة مؤلم ومكلف اصحاب السلطة ممكن يغيروا يغيروا السياسات زي ما تناسبهم هما لكن اصحاب الحق هما اللي بيعانوا الناس اللي بيعيشوا تحت السلطة الدينية السياسية الفكرية في المجتمعات اللي ما تعلمتش تفكر لوحدها هما اللي بيعانوا من هذا النوع من الخروج عن القطيع او من القطيع كما نرى اليوم القيادة تمشي في ناحية نمشي وراها لكن لما انا اكون عارف ان انا مش عايش حريتي وما اقدرش عايشها وما اقدرش اتكلم فيها حتى لو خرجت عن القطيع في مشكلة كبيرة ربنا ما خلقناش علشان نعيش كده في صورة اخرى ايضا للخروج عن القطيع اليوم انا حب ان انا اعرضها ليكم فكرة عايزاكم تفكروا فيها وهي فكرة تخص تخص ايه الصراع اسرائيل وحماس اليوم احنا عارفين انه حماس منظمة ارهابية العالم كله اعلن ان حماس منظمة ارهابية لكن في الصراع اللي احنا بنواجهه اليوم انا مش عايزة اتكلم عن منظمات او دول لكن عايزة اتكلم عن ناس في صراع دائم من عشرات السنين ونظام القطيع في الدول الاسلامية بيقول انه المسلمين يجب ان هما يعددوا القضايا الفلسطينية او يعددوا العرب وانهما يجب ان يقفوا ضد العدو الاسرائيلي كما يقول يعني النظام العام وعندنا شعرات بتتوالى كثيرة تحت هذه الشعرات في تحريض على الاتل والزبح والتضحية بالابرياء من البشر المسالمين نشكر ربنا انه النهار ده يعني او من يوم او اتنين حصل وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس انه الحقيقة على يعني تحت القيادات العليا في الامر هناك بشر بيموتوا كل يوم وبيموتوا بايدي حكامهم لما حماس بتضرب القنابل او السواريخ على اسرائيل المعروف انه بيقع على الناس في غزة تلتهى فبيموتوا فبيموتوا ناسهم لكن مش صدفة ولا التضحية دي تضحية يعني احنا يعني مش قصدينها لا دي حاجات مقصودة لان الدم هيخلي يعني يخلي المجتمع الدولي ينظر لهم على انهم ضحايا ولكن السياسات والناس اللي عايشين خارج اللي عايشين في امان مش حاسين بالمواطن البريء والطفل الاسرائيلي والطفل الفلسطيني محدش منهم مهتم بسلامة الناس اللي على الارض مش بتكلم عن موقف اسرائيل ولا موقف فلسطين انا بتكلم عن موقف ك انت انت عرفت منين اتعلمت منين احنا اتعلمنا احكي لكم عن الامر بصفة شخصية انا كواحدة خارجة من الاسلام اذكر اني لما كانت تيجي سرط اليهود كانت جديتي تلعنهم وانا معرفش هيكت بتلعن اليهود ليه ولكن تعلمت منها انه في اخر الايام الله هيخلي الشجر والحجر ينطق علشان يقتل كل يهودي مستخب غالفه عرفت انه اله الاسلام عنده طهر مع الشعب اسرائيل وده كل اللي عرفته عرفته انه هم اعداء لكن بعد كده لما كبرت ودرست والمسيح غير قلبي عرفت انه في حاجات كتير ما كنتش عرفها عن شعب اسرائيل عرفت انه لولا الشعب ده اللي اختار الله انه يكون علامة على محبته للبشر وتعامل الشخصي معانا انا وانت كبشر لولا الشعب ده انا ما كنتش عرفت محبة الله الله اظهر محبته لنا من خلال المسيح اللي من هذا الشعب الله ما عندوش تحذب لشعب ضد شعب الله ينظر ليك انت كإنسان فالله غير قلبي وداني شفاء من ناحية الجميع لانه في النهاية بالنسبة لي انا كمؤمنة اليوم انه الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يرجعون ليه مش لانظمة ولا حروب شخصية ولكن لمعرفة محبته وشخصه هو انا عايز اوريكم صورة انسانية الكلام في موضوع اسرائيل وفلسطين والارض والحرب والكلام دا كله كلام كبير وحنقدم لكم في حلقات كتيرة وافكار كتيرة مفيش حرج من انك تدرس وتفهم لكن انا النهار دا عايز اركز على اني اوريكم صورة انسانية خلينا انتو 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 قتلت الاطفال اهو طخ هو بيزق ابنه بييده للي هو شايف انه هو ممكن يقتلوه يعني دا قد احفادي بص بقى بص شوف الجندي الاسرائيلي اللي الاب بيقوله دا عدوك روح اضربه بيعمل للولد هاي فايب وبيتكلم معاه ووطاله ونزل سلاحه علشان الولد ما يخافش لكن اللي سبب الخوف الاب بس شوف الولد يقوله اضرب بالطوبة اضرب بالطوبة اوكي على فكرة الولد عام الطوبة ناحية الاب هم دلوقتي جايبينه من النحية دي عشان يباري ان هو بيدرب الطوب على الاسرائيل لكن الولد لا بيعملش كده اللي هو شايفه عادو طمن الولد لكن الاب حط الولد بييده في خطر بيقولوله لا 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 القتل وانت حاطت ابنك بتبعته للي انت بتقول انهما قتلت الاطفال انا مش قادر افهم يعني انتو شايفين الموقف ده ازاي ده اللي تقلنا انه دول بيقتلوا الاطفال بيقديهم بص الحرب فيها ضحايا من كل نوع لكن في ناس بتضع اولادها ونساءها امام العدو عشان يكونوا درع بشري عشان يكونوا صورة لحماس وباب مفتوح لحماس عشان حماس تجمع على دماغهم الاموال النهاردة دي صورة انسانية يجب ان احنا نقف عندها علشان نفكر كويس جدا يا ترى كل اللي بتقلنا صح ولا لا يا ترى انت شايف ايه في الصورة دي وازاي القطيع اللي انت منه اثر عليك وغير فكرك النهاردة الناس اللي طالعين يعملوا مظاهرات وقولوا احنا محتاجين مسبحة يهود مرة تانية ومحتاجين محرقة اخرى والكلام دا كله ازاي كيف اثر عليك قطيعك دينك اللي علمك وقال لك انه دول حتى لا يسموا الى مكانة البشر ازاي اثر عليك وخليك تتمنى انه يكون فيه مذبحة رهيبة زي اللي حصلت في محرقة اليهود وانه هتلر تاني والكلام دا كله الكلام دا على فكرة في الدول الغربية يحاكم عليه الشخص اللي بيتكلم بالشكل دا لانه اجرام لان اللي حصل في حق اليهود كان اجرام من قتل كانوا ابرياء اطفال وستات ورجالة كان ممكن يكون ليهم اثار عظيمة في حياة البشر واللي خرج منهم على فكرة كان ليه اثار عظيمة في حياة البشر السؤال قطيعك اثر عليك ازاي انت بتشوف الانسان اخوك الانسان ولا بتشوف عدوك بفتكر قلب المسيح وهو بيقول لنا انه احنا نحب الاعداء لكن ماذا علمك الانسان ماذا تعلمت من قطيعك ازاي بتشوف المستقبل وبتعلم طفل وتبني طفل يروح برجله علشان يعني اللي الموت ويبقى عارف انه ممكن يموت ويبقى عارف انه مالوش ايمة عندك تصوروا بقى انتو بتربوا اطفال يشيلوا امل الم يشيلوا امل يشيلوا طوبة للبناء بدل من طوبة للقتل وخنجر وجرح و وقلام في حموة الالم اللي بيعاني منه الشعب ده النهاردة الشعبين النهاردة وقلام خسارة الارواح من الجانبين من الصعب اننا نشوف الجانب الانساني من منظور سوي لكن انا بشجعكم على انكم تفكروا في الامر وانكم تدرسوا الامر وانكم انسانياتكم تعلق على هذه الافكار الشريرة مين هم الضحايا ومين هم المحردين ومين هم المستفيدين انا عايزة اواريكم فيديو اهام جدا الفيديو ده كان يعني تقريبا من اتنشر سنة تقريبا يعني او اكتر لقائد في حماس نشوف الفيديو القادم اسمعوا كويس ولا يعلمون ان الشعب الفلسطيني قد طور من موته ومن بحثه على الموت ولذلك اصبح الموت عند الشعب الفلسطيني صناعة تجيده النساء تجيده كل من في هذه الارض يجيده الشيوخ يجيده المجاهدون ويجيده الاطفال لذلك شكلوا دروعا بشرية من النساء والاطفال والشيوخ والمجاهدين ليتحدوا بذلك الى القصف الصهيونية وكأنهم يقولون للعدو الصهيوني اننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة اننا نحرص على الموت كما تحرصون على الحياة على فكرة ده الشعار الاسلامي عندما يغزو الغازي وعندما يقتل القاتل مين اللي علم الناس دول دول انهم يجيد صناعة القتل انت حماس لمستحدكم انتم لكن مش مش انتم اللي بتموتوا ولكن الاطفال والنساء اللي انتو بتقولوا نعم نحن نستخدم هؤلاء كدروع بشرية اعتراف من منظمة ارهابية بتصنيف العالم كله النهار ده بقى نفس الشخص ده نفس الشخص ده يحرد الجميع على شراء سكينة بخمسة شاكل يعني الشاكل العملة اليهودية يعني تشتري يعني يشتريها كده باثنين جنيه وحز عنق اليهود نفس الشخص اين انت وانت من هذا ليه تعرضوا ابنائكم لده ليه تعرضوا الجيهود الجيل القادم تعرف ايه انت يعني الناس اللي ماشي هتقول لك الفلسطين قضياتنا ولا عارف ايه قضية فلسطين اصلا يعني هل سنظل في القطيع ام سنفكر في من يقود القطيع هل ممكن نخرج بارادتنا وقرارنا وفهمنا لمحبة الله للبشر وارادته للسلام فيه ناس خرجوا برضو من القطيع في هذا الشكل في هذا الموضوع لان الطيار والقيادة سمحت لهم بدا زي وسيم يوسف لان الامارات في معاهدة سلام مع اسرائيل النهاردة لكن اعتقد انه زي وسيم يوسف هناك الكثير من الشيوخ ومن الناس البشر اللي عارفين انه هم لا يوافقوا على هذا الموضوع وغير مهتمين اصلا بالقضية والقضية لا تخصهم ولا هم مهتمين لا بفلسطيني ولا اسرائيلي واعز مصطحة الشخصية وسيم يوسف قال لك انا انا ما قلتش حاجة على فلسطين انه قلت اللي حرقوا العالم بتاع الامارات انا ضده حقه بلده اوكي هو تكلم على اللي هو فهمه دخلوا الناس بقى في يعني ساعتين ثلاثة اربعة كده على معا شيتيما وبالام وبالاب والكلام ده كله لانه قال رأيه اوكي هو صحيح متغطي بالقيادة بتاعته لكن هو استلقى رأيه معانا مكالمة خليني ااخد مكالمة غزلان طب انا عايزاكوا تنتظروا شوية على مكالمة غزلان خليها خليها معايا شوية اوكي هرجع اكمل للفكرة وبعدين ارجع ااخد غزلان ام ف وسيمي يوسف قال اللي هو جات له الفرصة انه يقوله انا بسألك وبسألك النهار ده ايه الحاجات اللي جواك جواكي اللي تشوف انها ممكن تبني مجتمعك بشكل افضل تبني حياتك وعلاقتك بالله بشكل افضل واللي ما تقدرش تقولها النهار ده ياريت تعيده اللي اتصل بيها انا اسفة شكرا انك بلغتين يعني ايه الحاجات اللي انت ما تقدرش تقولها لانه هتأذيك في وسط مجتمعك لكن انت شايف انها ممكن تبني مجتمعك انت وانتي مش محتاجين شيخ ولا رئيس دولة علشان يقولك الخطوة اللي جاية ايه هل اختيارك للوقوف في هذا الصف او في هذا الصف اختيار شخصي عن فهم ام تبعية لو اختار الانسان انه يعيش في سلام مع جاره لو يكن هناك مصالح شخصية لادارات عايزة تمشي الامر بطريقتها لكان الامر اختلف انا على فكرة رحت اسرائيل وقعدت مع ناس من عرب اسرائيل وقعدت مع ناس من اسرائيل وشفت انه الامر مختلف تماما لما بيكون في محبة في البيوت اللي جنب بعضها الناس عايشة مع بعض بسلام مش الكل هي الصورة اللي انت بتشوف اسأل الله واسأل نفسك انا موقفي ايه مش قيادة القطيع ايه الخروج عن القطيع والمألوف دايما يعني بيسبب مشاكل لكن لما بيكون بصورة شخصية وبلا تعديد بيكون مكلف جدا ياريت لما تكون معانا غزلان تدخلوا انا انا عايز اقدم لكم بعض القصص الشخصية اللي اثرت في اختيارات الناس اللي فيها اثر عليهم بصورة ايجابية من ناحية ولكن ايضا بصورة سلبية لانه هناك مجتمع لا يقبل التغيير القصة اللي هقدمها لكم النهار ده انا بقى لي فترة كده بتابعها هي قصة مصممة ازياء وعارضة ازياء وممثلة اسمها انتصار الاحمادي من اليمن خلينا نشوف الفيديو الاولاني عن مين هي انتصار الاحمادي عملت اين انتصار الاحمادي علشان قصرة قالب اللي بيحصل في مجتمعها وبلدها خلينا نشوف الفيديو بنت عدد 19 سنة اول فتاة يمنية بتشتغل في حق لعروض الازياء وتصميم والازياء كنت ألبس اسمها البهبة أرجس ألبس لبسي ودخل أغير وأخرج وأقول لهم ألا أكون عرضة ازياء كان حلم أننا عرضة ازياء يعني يكون مضيفة الطيران كان دائما الأهل رافضين هذا ويقولوا لي ليش ما ينفعش انت تكوني عرضة أو انت تكوني مضيفة الطيران كنت أقول لهم لا هذا حلم يبوص بعدين شاركت في مهرجان عرايس وفي استباج من عروسة ومن هنا بدأت طيب احنا شفنا يعني البنت الحقيقة انتو شايفين انها لبسة حلو قوي وجميلة جدا وشيك وقد ايه الازياء بتاعتها مرتبطة بثقافة بلدها فشايفين ازاي هي جميلة وقدمت امالها في الحياة وكفحت وعملتها هي خرجت عن القطيع بالتأكيد لو حطيت صورتها جنب صورة الكثير من او الكثيرات من عامة السيدات في اليمن هتلاقي انه فيه اختلاف كبير مش بس شكلا ولكن موضوعا هي عملت اللي كانت بتحلم بيه وغيرت الشكل شايفين جمال تقديم الثقافة بتاعتها في فستان خلينا نشوف الفيديو اللي بعد تقديم موضوعاً تقديم موضوعاً موضوعاً وصفحات وصفحات موضوعاً صفحات المنطممة موضوعاً 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 معوقات اللي أواجهها كوني في بلد وشعب محافظ كعادات وتقاليد واجهت أشياء كثيرة كيف توقعي موضوعاً حرام عيب ما ينفعش بس لني أحب هذا النجال واصلت والله يطموحي أول شي أني أخرج لماذا للبلد وأكون عارضة أزياء ومدل عالمية وحلم أن أنا أوصل للعالمية حلم بنت صغيرة 19 سنة حققت الكتير من أحلامها لكن في الآخر قالت حاجة توجع القلب بلدها مش قبلها فقالت ياريتني أقدر أخرج من البلد دي هقف عند الحتة دي في قصة انتصار وأرجع أكمل لكم لأن قصتها ما وقفتش عند النقطة دي هناك ثمن يدفع وتمن كبير للخروج عن القطيع خليني أخذ المكالمة معنا مثل آخر من سيدات خرجوا عن القطيع بشكل آخر وهو الشكل الإيماني واختيار الحياة مع الله غزلان أهلا بيك حبيبتي مثل خير أختي أماني سلام المسيح كيفك سلام ونعمة لك أهلا بيك حبيبتي أمين نورتي البرنامج مرة تالتة بقى لأنك غزلان وزوجها نورس كانوا معنا في حلقتين حكوا لينا طريقهم مع المسيح كان شكله إيه والعمل والرب فيهم أمين أمين بإسم يسوع أمين الرب يبركك أوليلي أنت أولادك ونورس كويسين نشكر الرب نشكر الرب إحنا كويسين وتمام مدام الرب يسوع المسيح معنا فإحنا كل الخوف اللي كان فينا قبل معنا نشكر الرب له كل المجد أوليلي غزلان النهاردة بنتكلم عن حتة إننا نخرج عن المألوف في مجتمعنا ونختار اختيارات خاصة جدا ممكن تسبب لنا مشاكل منها إنك اخترتي إنك تخرجي من الإسلام وتعبري إلى الحياة مع المسيح إزاي أثر عليكي هذا الاختيار نشكر الرب نشكر الرب لأنه أنا رغم كل الظروف المسيح معي وساكن بقلبي هو أنا بحس فيه بكل لحظة رغم أنه أنا خسرت أهلي وخسرت أهل جوزي وخسرنا كل الأرضيات كيف ما بيقولوا يعني كل الأرضيات إحنا خسرناهم بس ربحنا الأبدية ربحنا يسوع فبتمنى أنا من كل إنه يعرفوا هالحقيقة من كل الأخوات المسلمين إنه يعرفوا إنه الطريق الحق والحياة هو يسوع المسيح له كل المجلس تابوزي تفضل يكملي تفضل أنا رغم الصعوبات اللي عم واجهها بحياتي سواء مع الإسلام سواء مع المرض يعني بس الرضو واقف بجنبي وما كيف ما بيقول إنه لا تفكروا بالغد فأنا ما بفكر بالغد يسوع معي هو أنا بس بدي يسوع هاللويا الاختيار اللي أنت عملتي إنك تختاري الحياة مع الله أعطاكي حرية بالرغم من الصعوبات اللي أنت مرت بها أكيد يمكن خليني أقول للمشاهدين اللي تابعوا حلقتين اللي عملناهم عن قصة غزلان ونورس وأولادهم إحنا نهينا الحلقة الأخيرة عند خروجهم إلى دولة يلجأوا فيها والواحد ممكن يتوقع إنه اللجوء في الدولة دي ممكن يكون رائع ومريح وكده لكن الحقيقة إنه السنة الماضية مرت عليهم صعوبات كتيرة وإنه يعني الأمر ما كانش سهل جدا أو سهل أبدا لدرجة إنهما فقدوا المكان اللي كانوا هيعيشوا فيه وفيه صعوبة فيه الخطوات المهمة الكبيرة في حياتهم لكن غزلان قوليني إحساسك كان إيه في وقت الصعوبات دي في وقت الصعوبات أنا قبل لما كنت بالإسلام كنت الصعوبات بحس فيها أكتر بحس بخمن فيها بفكر فيها ليش لأنه ما أعطانا الرب هداك أمل إله الإسلام ونبي الإسلام ما أعطانا أمل بس رب يسو أعطانا أمل بيقلنا لا تفكروا لا تخمموا أنا معاكم هو كاتبنا على كفه طبعا نشكر الله طب إزاي رغم الصعوبة اه فدلي إختي أماني هل خفتي في الوقت ده يا غزلان لا لأنه أنا بعرف رب يسوع ما رح يتركني وما رح يتخلى عني لأنه أنا بنته هل تفتكري أنه تمن اختيارك الشخصي للحياة مع المسيح أنا عارفة أنه كلفك بنتك واحدة من بناتك هل الاختيار ده لو رجعتي نفسك فيه النهار ده تقدري تقولي ياريتني كنت عملت حاجة لأنه أنا اختياري كان صح لأنه اخترت مو دين اخترت إله إلي علاقة شخصية معه هللويا هللويا طيب خليني أنا حطلب من المشاهدين حطلب من المشاهدين دلوقتي أنه ناخد دقايق نصلي من أجلك من أجل جوزك وأولادك والاختيارات القادمة في حياتك وبقول شهادة أنه في وسط الوقت الصعب جدا اللي مرت بي عيلة غزلان الحقيقة أن أنا ما سمعتش منهم كلمة يعني تزمر ولكن كان دايما هناك سلام أن الله موجود وأن الله سيرسل المعونة النهاردة غزلان أنت حامل ولكن أيضا أنت وجوزك عندكم الكورونا ومع ذلك أنت بتتصلي عشان تدي شهادة لله فأنا بطل من كل إخواتي المشاهدين والمشاهدات يصلوا معايا دلوقتي من أجلهم يا رب إحنا بنشكرك لأنك حافز عهدك مع أولادك ولأنه أنت في أي مكان نكون في معاك إحنا في حرية من القلب ومن الداخل وفي سلام من الداخل أصلي سلامك على هذه العائلة حريتك أمانك غطاءك ومعونتك في حياتهم وشفاءك الكامل لهم في اسم يسوع احفظ هذا الطفل واستخدموا لمجد اسمك في اسم يسوع المسيح أمين 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 باسم يسوع المسيح له كل المجد أمين شكرا تعال يا رب روحك القدوس أملاني وملاني بالحكمة والمعرفة وكلمتك التي هي روح الحياة نعم يا رب أعن بروحك حررنا من كل ما يليقه لا يليقه بك ولا يكن زمن رد بالمسلوب اجعلني يا رب أرد قيمتي يا رب الغير مستطاع عند البشر مستطاع عندك يا قدوس يا رب ربنا يبارككم يا رب أنا أنا أمري مندمت أنه أنا عرفت الرب يسوع لأنه له كل المجد أنا بشعر فيه أنا بحس فيه بمرأة رغم أني أنا بجزيرة مقطوعة بس الرب هو اللي بطعميني هو اللي بشربني أنا سنتين أنا صار لي هون الرب هو اللي عم يرويني أمين هو عاطيني مي الحياة له كل المجد أمين في اسمي يسوع أمين على فكرة ده صوت الفرح في الحياة مع الرب أشكرك حبيبتي أمين وأشكرك على أنك النهار ده شاركتي في الحلقة ربنا يباركك ويستخدمك أمين أمين أنا كل ما أنا بالعكس أنا بتمنى كل يوم أنا بشهد للرب يسوع أمين أمين والرب بيستخدمك أمين لأنه هو غير أنا عشت 30 سنة من عمري ما بعرف الرب يسوع 30 سنة أنا وأنا بيخوف ورعب بس أنا هلا بشكر الرب لأنه أنا سلام بقلبي هاللويا المجد للرب سلام داخلي أمين أشكرك يا غزلان والرب يستخدمك أنت ونورس في كل مكان تكونوا فيه لمجد اسمه في اسم يسوع ويكون لنا لقاء تاني في اسم يسوع أمين حبيب بس كلمة أخيرة أختي أماني تفضل أنا بتمنى من كل قلبي أنه أنا تكون خادمة للرب أنا بتمنى أنه تجيني هالفرصة لأخدم بيت الرب أمين باخدم بالكنيسة أمين وبإسم الرب يسوع رح يجي هداك اليوم ربنا يباركك ويباركك بس لان أنت خادمة للرب في كل تصرف وفي كل حك يعني مكان بتكوني فيه ومع كل حد بتقابليه أنت خادمة الكلمة كل يوم بحياتك أمين يعني بقلبك اللي أنت بتقدميه للرب كل يوم في اسم يسوع أمين بصفة شخصية اللي بيوصلنا لهدف أننا نكون ضمن عائلة الله عايزة سريعا أكلم لكم قصة انتصار الأحمدي لأنه اختيارها صحيح كان لشخصها والنفسها واختيارها لحياتها لكن ما واجهته من مجتمعها كان مرعب جدا نشوف الفيديو اللي بعد كده عن ما حدث لانتصار من اختطافها الحقيقة فمش الفيديو ده اللي بعده كمان حاليا الكل في المنصات اليمنية جالس بيتكلم عن انتصار الحمادي والسبب موعمل جديد لكن للأصف ميليشيا الحوثي اختطفتها أثناء سيرها وسط صنعاء وذهابها لتصوير مسلسل رمضاني ناشطات وصديقات للفنانة كشفوا عن الموضوع ووضحوا أنه للآن مكان اعتقالها غير معروف وبالمناسبة حسب موقع نيوز يمن فالميليشيات ما اختطفت انتصار لوحدها بل كمان كان معاها زميلتين ليها وقيل انهما وقيل انهما كمان كانوا بيعملوا في نفس مجال عرض الأزياء وبترعى أب كفيف وأخ من ذوي الإعاقة حسب ما تم تداوله طيب اللي حصل انتصار بعد كده انها تختف من ميليشيات الحوثي مفيش بينهم وبينها عداوة ولكن اللي تقال انه اللي عملته حرام فكان لازم تدفع التمن وغير معروف بقى بعد كده أنا مش هاخد الفيديو اللي بعد ده لكن هانوه عنه انه بعد كده انتصار يمكن بعد خروجها قبض عليها بقى من الدولة نفسها واتهموها بأنها لأنها يعني ما بتغطيش شعرها فاتهموها بالدعارة واتهموها بالمخدرات واتهموها تهمات بطلة جدا ومش بس كده عايزين يخضعوها إلى كشف يعني موضوع كشف العزرية دي وفيه اعتراضات كبيرة على الموضوع ده في العالم كله الاختيار ليه ثمن لكن في يوم من الايام لازم يكون لنا هذا الاختيار لأنه عينات زي انتصار وغيرها من الناس اللي بيحاولوا انه هم يعملوا حاجة تفيد مجتمعهم تفيد الستات اللي بيشوفوها تفيد عالتها عندها قب وكفيف واسرة محتاجة وهي تقدر تعالهم بطريقة أمينة وآمنة وشريفة وحقها ولكن هناك مجتمع يقف أمام ده مش كده فيه صورة موجودة عندنا الصورة الأخيرة يمكن نحب ان انا اوليها لكو بردو هي لفكر نفس الفكرة بتاعت انه الناس ما يبقوا قطيع واحد كده كله موطي وبيشتغل نفس الشغلانة وبيعمل نفس الحكاية لكن فيه واحد بس اللي طلع فوق كده وعمل جنيحة وطار فانتصار عملت جنيحة وطارت وفيه منكم كتير كده من حقك انك تختار انك تكون مختلف لكن الأفضل والأروع ان يكون هذا الاختلاف يوصلك لله ويوصل الاخرين من حولك لله لو معنا الاخت مايا ياريت لو طيب لو اتصلت قولولي يعني العابرين هم مثل على ده شهادة غزلان جدا واختاروا ان هم يعملوا نفس الحكاية وانهم يعيشوا نفس الحياة دي بصعوبتها لله ايضا خليني اخد معنا الاختماية اهلا بيك يا اختماية انا عارفة ان الوقت قليل جدا لكن احب اسمع شاهدتك كعبرة انتي هل اختيارك لانك تخرجي من الاسلام الى الحياة مع المسيح كان اختيار صعب سلام ونعم اخت اماني طبعا كان اختيار كتير كتير صعب علي بالاول لانه لما بتكوني بالقفص الطير لما بيكون بقفص بفكر انه كل الناس اللي عايشين برا لما بيكون شايفهم برا بفكرهم معرضين للخطر ما في حدا نحميهم متل ما فهمونا وقالولنا قالولنا انه نحنا نحنا عم نحميكم هيدا الدين هو دين الله انت اذا بتطلع الوطر الحماية ايو انتو اذا بتطلعوا منه انتو يعني حضيعوا انتو كافرين يعني افكار حطوها بدماغنا خلونا ما نفكر ما نشغل عقلنا بس بمجرد بمجرد ما شغلنا عقلنا رب عطانا عقل تمفكر فيه وندور ونبحث يعني فمجرد ما فكرنا وطلعنا برات القفص عرفنا انه نحنا عنا اجنحة ومنقدر نطير مثل الصورة اللي عرضت يا اختام هاللويا هاللويا قوليلي اختيارك ده سببلك صعوبات في اهلك في بلدك في عيلتك ولكن ده ده المعروف عن العابرين لكن عايز تقالك سؤال مختلف لو تديني رد في 30 ثانية اختيار الحياة مع المسيح بامانة مكلف بصورة تانية انك تكوني حتى في وسط مجتمعك المسيحي تختاري انك تعيشي صورة المسيح بشكل مختلف ده صعب هل يعني تقدري توصفيلي ده او هل انت وجهتي ده وهل ده اختياري يستاهل اللي قدمتي طبعا الحياة مع المسيح مش سهلة مثل ما الكل بيفكر انه يعني مثل ما بيفكر يعني حياة مع المسيح تتعلم يتكوني على صورته ومثاله تتعلمي انك تكوني ما تكذبي ما تتصلحي من حالك تشتغلي على حالك على كل يوم انك تكوني صورة مثله للمسيح تساعدي الغير تغيري بحالك بكل اللي تعلمتي الغلط اللي تعلمتي فكل يوم كل يوم كل يوم يعني تصحيح طريق دائم حتى ولو كان ده ممكن يسبب لك مشكلة مع جوزك مع مع كنستك يعني حتى داخل الكنيسة طبعا مش سهل أبدا بس نحن اخترنا المسيح هو اختارنا امين نحن اختارنا نكمل معه امين اشكرك واسفة انه ما فيش وقت يعني كافي نكمل حديث معاكي لكن لينا لقاء آخر معاكي اختي العزيزة الرب يبارك امين احبائي انا يعني بشكركم من النهار ده على المتابعة الفكرة اللي انا حبيت اقدمها لكم انه الحياة مع الله مع المسيح في حرية المسيح تسمح ليك انك يكون ليك اختيارك وانك تعيش معاه في حرية حتى لو خلفت العالم حتى ولو خرجت عن كل اطار يضعوا ليك العالم وشكل يضعوا ليك العالم عندما تكون مع المسيح في يد الراعي الصالح انت ايضا في امان مع الله واختيارك يفيدك ويفيد الاخرين والى اللقاء